السلام عليكم، من خلال هذا الفيديو سيتم شرح كيف يتم تفعيل أنواع الدرائب المختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها في نظام إليت للتعامل وتعديل بيانات أنواع الدرائب المختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وغيرها من أنواع الدرائب يتم ذلك من خلال الشاشة الرئيسية للنظام كالتالي، نظام الدرائب، تهيئة وإعدادات، شاشة أنواع الدرائب من خلال هذه الشاشة نستطيع القيام بالعمليات والفعاليات التالية إضافة أنواع الدرائب جديدة، تفعيل استخدام أو إيقاف استخدام أي نوع من الدرائب تعديل البيانات الأساسية لأنواع الدرائب وتعديل بيانات ربط الفروع بأنواع الدرائب نلاحظ أن الشاشة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء كالتالي أعلى الشاشة فعليات للبحث في البيانات وسط الشاشة تحتوي على بيانات أنواع الدرائب أسفل الشاشة تحتوي على البيانات الضريبية للفروع من خلال البيانات أعلى الشاشة، نلاحظ أنه قد تم مسبقاً تفعيل ضريبة القيمة المضافة ويظهر أمامها الحالة، فعال وسنقوم بتفعيل الضريبة الانتقائية، وذلك كالتالي من خلال النقر على زر التفعيل أمامها وبالتالي نكون قد قمنا بتفعيل هذا النوع من الدرائب لاستخدامه داخل النظام لتعديل البيانات الأساسية لأي نوع من الأنواع يتم ذلك من خلال زر تعديل أمام نوع الضريبة عند النقر على الزر، تظهر شاشة فرعية تحتوي على البيانات التي يمكن تعديلها وهي الإسم، الوصف، الرمز الضريبي، الرقم الضريبي للمنشأة لدى الجهات الرسمية طول الرقم الضريبي ويجب أن يحدد بحسب الآلية المعتمدة في البلد فترة رفع الإقرار الضريبي بالأشهر ويتم بعد ذلك تعديل البيانات المطلوبة والنقر على زر حفظ من خلال البيانات أسفل الشاشة تظهر بيانات الفروع المرتبطة بالنوع ويمكن تفعيل أو عدم تفعيل استخدام الضريبة على مستوى كل فرع وذلك من خلال النقر على زر التفعيل أمام الفرع تفعيل أو عدم تفعيل استخدام الضريبة على مستوى الفروع تعتبر من أهم المميزات المتاحة في نظام إليت لتعديل بيانات الضريبة الأساسية للفرع يتم ذلك من خلال زر تعديل أمام الفرع وعند النقر على الزر تظهر شاشة فرعية تحتوي البيانات التي يمكن تعديلها وهي الرقم الضريبي للفرع رقم التعريف الضريبي وهذه الأرقام تستخدم بحسب آلية العمل داخل كل بلد يتم بعد ذلك تعديل البيانات المطلوبة والنقر على زر حفظ